استدامة الصحبة للناس تكون بترك الاكثار من العتاب فيجب في أبل الدعوة أن لا تعثب كثيرا إلا فيما يتعلق بحق الله هذا لا بد من بيانه أما في حقوقك وفي حقوق الآخرين فيبغي أن تغضى الطرف إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه لا بد أن يأتي شيء منه وهذا قول قول بشار بن برد وهو من فحول الشعراء الذين انتقل ووصل إلى شعره وليس بعربي أصلا ومع ذلك هو من فحول الشعراء الشعراء المهجنين منهم بشار بن برد يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى يعني مرة يأتيك الماء صافي ومرة فيه شيء من ما يعكر صفوه ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه فأنت لا تكسر العتاب فإذا أكثرت العتاب فيما يتعلق بحقوقك فر الناس منك تريد الناس معك دائما وأبدا لا يخطئون في حقك ولا يقصرون أبدا لا بد أن يتنازل الشيء الإنسان عن حقه أحيانا فيستجيم بذلك صحبة الناس ويتألفهم بذلك أنظر النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قبل عليه الصلاة والسلام تقول عائشة إلا أن تنتهك محارم الله فينتقب فهذا من الخلق الجميل العفو عن الناس والصفح عن الناس مطلوب وإلا لا تكسبه فينبغي لنا معشر الأحبة أن نتصف بهذا الخلق خلق العفو والتسامح فيما يتعلق بحقوق الله أما حقوق الله فلا لا بد أن تقام لا بد أن يتواصى بعضنا مع بعض في الاستقامة على دين الله جل وعلا لكن الصبر على الناس نقضر به